السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لتسيير الأحلام ترمز رؤية الخلاط في المنام لكثرة الأعمال والمشاريع لعدى الرأي ورؤية شراء خلاط كهرباء في الحلم تدل على الدخول بأعمال مربحة وسريعة الإنجاز ورؤية الخلاط التالي في المنام تدل على العامل غير مجدي وحلم خلط الطعام يدل على التحضير لعمل سهل ينان منه الرزق والله أعلم رؤية الخلاط في المنام تدل على كثرة الأعمال والمشاريع ومن رأى خلاطا كهربائيا في الحلم فهذا يدل على السرعة في إنجاز الأمور والأعمال أما رؤية الخلاط يدوي في المنام فتدل على التأني في الأعمال ورؤية العجان الكهربائية في الحلم ترمز إلى إنجاز أكثر من العمل واحد في آن واحد والخلاط في المنام بالعموم يدل على الرزق والمال لأنه يوضحه بالطعام رؤية شراء خلاط كهرباء في المنام تدل على الدخول بالأعمال المربحة وسريعة الإنجاز ومن رأى أنه يشتري خلاطا كهربائيا جديدا في الحلم فهذا يدل على سعيه لتحسين وضعه المعيشي رؤية الخلاط التالي في المنام تدل على العمل غير المجدي ومن رأى أنه يفحص الخلاط العطلان في الحلم فهذا يدل على البحث عن حلول للمشاكل وإذا رأيت أنك ترمي خلاطا تالفا في المنام فهذا يدل على الاستغناء عن عمل متعب رؤية تصليح الخلاط في الحلم تدل على التخلص من معويقات الرزق ومن رأى أنه يأخذ الخلاط ليصلحه في محل التصليح في المنام فهذا يدل على طلب مساعدة في العمل من الآخرين وإذا رأيت أنك تصلح خلاط الطعم بنفسك في الحلم فهذا يدل على اعتمادك على نفسك في الخروج من الأزمات ورؤية الأب يصلح الخلاط في المنام تدل على الحصول على الدعم والمشهورة منه ورؤية مضرب البيض في المنام تدل على السعي لنيل الرزق المبارك ومن رأى مضرب البيض الكهربائي في الحلم فهذا يدل على سهولة كسب لمال الحلال أما رؤية مضرب البيض ليده في المنام فتدل على التعب في جمع الرزق ويشير سماع صوت مضرب البيض في الحلم إلى الهموم التي تأتي من العمل ورؤية العصارة في المنام تدل على الإنجازات الكبيرة والنجاحات التي سيحققها الرأي ومن رأى أنه يشغل العصارة في الحلم فإنه يبدأ بمشروع جديد وحلم عمل العصار بالعصار يدل على تجهيز ليني المرابح والفوائد رؤية خلط الطعام في المنام تدل على تعدد مصادق الرزق ومن رأى أنه يخلط العصار في الخلاط في الحلم فإنه يهيئ الظروف لعمل جديد مربح ورؤية خلط الفوائق في المنام تدل على الرزق الباقي والثابت كما تشير رؤية خلط الخضار في الحلم إلى وفرة الخيرات والنعم رؤية الخلاط في المنام للعزباء تدل على تحمل عدة مسؤوليات وإذا رأت الفتاة العزباء تخلط طعام في الحلم فهذا يدل على تعدد أعمالها ورؤية خلط الفواكه في المنام للعزباء تدل على تحقيق النجاحات وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تعصر بالعصارة في الحلم فهذا يدل على تيسر أمورها أما رؤية الخلاط في المنام المطلقة فتدل على تعدد الناس داعمين حولها أتمنى أن ينال التفسير إعجابكم إلى اللقاء في تفسير جديد إن شاء الله